موسيقى في مدارس اللي حسير إلهم نسرقلون جمعة تقريبا تقريبا وأكتر شوي حتى بس هيدا بدو يضل ينحط قوانين وأنظمة من بداية السنة أو حتى من أبل أسعب شيء أول السنة عن جد حتى للولاد أكيد أول شيء بالدرجة الأولى للولاد بمعنى أنه يرجعوا يتعودوا على الروتين وأنما أكيد أول كم يوم ما بيكون فيه هالدرس وهالرس مثل ما منقول وللأهل كمان بتكون صعبة لأنه الأهل كمان هني كمان صاروا بفوضى بالصيفية وبنيرجعوا هني يعيدوا تنظيم حياتهم وفيه كمان أعباء الإقصاط المدرسية كمان بتصير كل السنة كتير بقوة هاجمة علينا صحيح مع الوضع الاقتصادي الصعب يعني كمان الأهل عندهم معاناة من جهة وأكيد إن كان قبل البرمج تبعية القوانين والولاد أكيد لحتى يبلشوا يبرمجوا حالهم طبعا هلأ نحنا متوجه اليوم بحلقتنا أكيدة إن كان للولاد اللي دجا فاتوا أو للولاد خاصة يلي هلأ عم يتحضروا وتم نقول إعادة الأنظمة والقوانين منفكر بعدة نقاط يعني أول شيء أهم نظام منفكر فيه هو نظام النوم صح هيدا أهم نظام لأنه بالنهاية مش إنه ولا منبلش أول نهار ننظم ولادنا بكونوا سهروا بيرجعوا بيوعوا بكير هون رح يصير الولد أكتر يعزمي رح يصير أكتر إنه يطالب إنه يسهر وإلى آخره أفضل إنه ببلش ننظم الولد قبل بخمسة أيام على هل توقيت الشتوي إذا فيني سميه بشكل إنه ينام بوقت معين ويوعى بكير أكيد مش بكير قد المدرسة ساعة ستة وإنما هولي نوماتر ع 11 والعشر ونصف والعشر ونصف نوقفهم قد ما بنقدير لأنه هولي لحيتعزب فيهم الولد بعدين هلأ بيقولوا لي إنه ما هو عم يسهر ما فيه يوعى بكير منفوت بهيد الحلقة المفرغة دائما بيقولوا إنه لو كان عم يسهر مثلا سهر للتناعش حتى صدق إنه بلشوا وعوا بكير من أول نهار من وعيه سبعة ونصف أو ثمانة خلاص هو المفروض يرجعين عز بكير ويقدر يرجع يركلش حاله وهيدا موضوع مهم خاصة مع الولاد اللي هنه أساسا بعزبه تينام الولاد اللي بيتحججوا إنه بدي أشرب بدي أسهر بعد شوي فهيدا موضوع بيكون تير مهم بدي أحضر تيفي بدي حتى اللاكتوب أو التليفان أو كل هالأسف هلأ اليوم نحن حديثنا أكتر شي موجه غيضة للأهل اللي أولادهم بعد ما وصلوا لسنوات المراهقة يعني وخاصة أقل من 15-16 سنة أعمار الولاد لأنه بتعرفي بس يكونوا الولاد وصلوا لهالأعمار بسير صعب أصلا تتحكم فيهم أو قيلوا ناموا يعني هلأ إذا كانوا معودين على سيستام معين خلاص إنا بيعرفوا نعسوا ناموا بس إنه بالنهاية ما بيعود أنه السلطة بنسبة للنوم بتري تحكي ما كتير بيردوا عليك مزبوط هلأ إذا صار عنا وقت منحكي شوي عن مخاطر السهر للمراهقين بأيام المدرسة اللي أكتر شي ناتجة عن فيسبوك وواتساب سوشال ميديا يعني عم نشوف إنه المراهقين بأيام المدرسة بعز الشطة حتى بالكوانين إذا عم يصهروا عم يصهروا على السوشال ميديا أو ما عم فيون يوعو بكير هلأ الولد بدل يصهر على الايباد بدل يعمل شي مهدوم أبو ربع ساعة نص ساعة بيرجع عبيني أهم شي كمان النظيم أوقات الدرس يعني نحن نحكي الواقع مثل ما هو هلأ فيه كتير أولاد بيكونوا ما عملوا الفروض الصيفية دوفور دوفاكانس بالصيف ونحن أم نفهم هالشي يعني أنه بالعكس أنا مثلا كأخصائية وكأم أنه ما بقول أنه والله يلا خلي الولد يتعذب كل يوم يدرس 3-4 ساعات مش ضرورة الولد بالعكس بحقله يرتاح ويجي على السنة الدراسية هو مرتاح وإنما أكيد لمحة معينة خلال أيام الصيف إذا 3 أيام بالأسبوع قطع ولو 3 ساعات بيكون كتير منيح هلأ منوصل لآخر 10 أيام تقريبا أو أسبوع منكون شفنا وبعض الأهل شايفوا أنه الفروض الصيفية بعد ما خلصت أو منعمل هيك فيدباك شو صار منلاقي أنه ما درسنا أولادنا مثل ملازم ما عملنا مثل نوع من المراجعة على البروغرام كمان بهيدا الوقت المتبقى اللي هو ما هو إلا أسبوع تقريبا متبقى نحاول كل يوم نشغل أولادنا لأن هذا كتير بساعدهم تيرجعوا يتحملوا أنه يقعدوا يدرسوا يعني منرجع من نميلهم ومنغزيلهم قدرتهم أنه يحافظوا على انتباههم لوقت متواصل تيخلصوا شي هن عندهم يعملوا لأنه هيدا من أكتر الأمور هالأمور هي من أكتر الأمور اللي بتعذبنا مع أولادنا فإذا ما صار شي ما تأخرنا نحنا اليوم الأربعة في مدارس 3 في مدارس الأربعة بدا تفوت بعد عنا حوال الأسبوع كل يوم نحاول نقعد ما يعادل ساعتين بالنهار بيكون كتير منيح بحسب الصفوف نعم أكيد أكيد بس أنه نحاول عن جد أنه نحترم هيدا الشي ونرجع للسيستام الألار نرجع لأنه هلأ مفروض نقعد ندرس ما فينا نوقف قبل ما يدق الألار نفرج الولد قبل شو بده يعمل يعني مثلا كم تمرين خمس تمرين هول بدنا نعملهم ورا بعضهم مرح نقوم قبل ما نخلصهم فهيضا أمور بتكون كتير مهمة هلأ بتكون كتير سهلة يمكن مع الولاد اللي هن أساسا بيحبوا يدرسوا اللي عندهم أفرج كتير منيح وأنما الولاد اللي عندهم بعض الصعوبات أو هن ما بيحبوا يدرسوا بتكون صعبة أكيد يعني دجا من بلش من هلأ بالصيف إذا بلش بآخر الصيفية إذا بلشنا هالسيستام منلاحظ أنه الولد عم يرفض مشان هيك أنا بقلهم للأهل خاصة مع الولاد اللي عندهم صعوبة بالدرس بلشوا فوتون عن جد بسيستام المدرسة يعني ترفع لها تحضيرات كتب وشنات وقردت وإلى آخر منقدر أنه نحنا أول أو قبل الظهر مثلا نصير نظهر نجيب غراد المدرسة أو تنعمل كسدورة أو بالبيت نتركه يحضر شويتي هي يلعب وأنما منفسر له أنه بفترة بعد الظهر بدنا ندروس ومنحط له وقته يدروس وإذا كان من الولاد اللي أساسا هني بيعزبوا بفصل الشتي هيدا الوقت ممكن يكون وقت فيكس بيشبه وقت اللي بيدرس فيه بالشتي يعني مثلا ثلاثة ونص أو أربعة خلاص بده يدق الألار نحنا بدنا ندروس وندروس هيدا الساعتين اللي عم قول عنا حسب الولاد فيها ندروس ساعة نرتاح شوي نرجع ندروس ساعة إذا مشينا على هالسيستام وياريت هيك من يكون مشينا عليه من أسبوع وأسبوعين الولاد لح يوصل مرتاح نوعا ما ولح يفوت بهيدا الروتين لح يعرف أنه أنا بعد الظهر خلاص بقعد على هيدا التاولة على هالكيرسي وبعمل الشغل اللي مطلوب مني أعمله نعم وهيدا الشي بسهل علينا مع هالولاد بشكل خاص هلأ فيه كمان أمور معينة غيدا بدنا نستلحي حالنا فيها خاصة بالأعمار الصغيرة يعني مثلا بس كون عم بحكي عن أعمار تقريبا بتتروح بين عمر الأربعة سنين والست سنين بتعرفي بهيدا الأعمار بعضهم صغار ما فيها الدرس منفكر بالشقة تانية من الموضوع منفكر باستقلالية هالولاد نعم يعني كتير مهم أنه هالولاد يكون تحضر بفصل الصيف تيفوت على المدرسة باستقلالية معينة يعني يقدر يفوت وحده على الحمام يقدر يهتم وحده بحاله يقدر يسكون خلاص تعلم وتعود أنه هو بده يساوي بين إيديا مثلا ما بعد ما يفوت على الحمام الأولاد اللي ما بيسمعوا التعليمات بسهولة كمان كتير مهم نكون بفصل الصيف حضرناهن أنه هلأ إذا عم نلعب مثلا باستقلال بالبيت خلاص وقت الباستقلال بنا نقوم نعمل بزل أو بدنا نقوم نشوف قصة هيدا أمور نحنا منعود أولادنا عليها نعم ويريت نكون استغلينا فصل الصيف تنعود أولادنا بكل الأحوال هالأولاد الصغار اللي أنا عم بحكي عنه خاصة بين ثلاث سنين والخمس سنين عنا كل السنة الدراسية تنمرنهنا على الأمور نعم وهيدا أمور هي أهميتها متل أهمية الدرس لأعمار أكبر لأنه هيدا الأمور هي يلي إذا هن التزموا بانضباط معين بالصف لحقدروا ينتبهوا لحقدروا يركزوا بتفاصيل صغيرة يعني أوقات المعلمات بيشتكوا من أشياء صغيرة مع الأهل يعني بيقولوا مثلا للأهل أنه الولد بالكيجي بيبقى إذا قاعدين على الكاربت عم نعمل أي اكتيفتي معينة وبعدين خلص قلنا أنه صار الوقت نروح نقعد على الطبقة نعمل غير شي في أولاد ما عندهم هالحس الانضباط نعم يعني بيرفضوا يقوموا إلا ما نجري نحنا نخدهم منعاني من مشاكل سلوكية معهم وهيدا المشاكل السلوكية إذا نحنا حليناها هي مثل ما عم حضر الولد اللي عمره 8 سنين و 9 سنين للدرس إذا أنا علجت هالمشاكل السلوكية عم حضر هالولاد صغار للدرس بنفس الطريقة لأن هيدا هو الدرس بالنسبة لأيرون الدرس أنه يشوفوا موفي أنه يسمعوا قصة هيدا هو الدرس بالكيجي فإذا الأهل مسؤولين أنه يساعدوا الأساتذي والمعلمات بهالمسألة هاي ما بتقدر لمعلمة واحدة أو أكتير منحمل المسؤولية بس للمعلمة ننسى أنه المعلمة عندها عدد معين بالصف نحنا بدنا نساعد مع بعضنا حتى يقلق الولاد مظبوط قدمة فينا بالنهية لأنه هي أصلا صلة الوصل كمان بين اتنين هي أهم شيء تكون موجودة هالجسر مثل ما بيقوله بين الأهل وبين الأساتذي حتى يقدر الولاد يكون عنده سنة دراسية مريحة أكيد وخاصة غيضة مع الولاد اللي هن أساسا ما بيحبوا المدرسة بينقوا أنه إربيت بينقوا أنه بدون يوع بكير خاصة مع هالولاد واللي ممكن يكون عندهم بعض الاترابات السلوكية نجرب قدمة منقدر نتفادى أنه نكرر على ما سمعون أنه يا الله إجيت الزربة هلأ بدنا نرجع نوع بكير إجيت المدرسة إجي على الأساس بدي أعدرس بعد الظهر لأنه هولا الولاد بيتأثروا بحكي الأهل صحيح صحيح بدي ريحهم بدي أعطيهم قدمة بقدر أمان وبدأ أدمة فيي أنا كأم وكباي وخاصة الأم لأن هي بطبيعة الحال بكم عم تهتم بالتدريس أنه حضر حالي أنه هيدا الولاد لسنة الماضية كان عنده أي صعوبة تعلمية أو أي صعوبات بالدرس مش ضروري learning disability مش ضروري صعوبة تعلمية نعم إنما أي صعوبات بالدرس أنه هالولاد بحاجة لقلي يعني أنا إذا بدي بلش المدرسة بإسبرينيغاتيف أو بروح سلبية ما عم فيده نعم فإذا بدي حاول من هلأ بآخر هالفروض الصيفية اللي عم بعملها قد ما بقدر غلط بدي أعطيه أمان يعني أنا حدك شو بدك إلي أنا بقدر ساعدك تعرف ما تعتلهم ما تخاف لأنت لما أنا عم درسك وأنا حدك بقدر فسر لك بنقدر نحلي هالقصة صحيح أنت رح تقدر تعمل هلأ أوكي هلأ ما عرف تعمل هول التمارين مش مشكلة هلأ جمعتين ثلاثة بترجع لمعلمة تفسرهم برجع أنا تفسرهم لح تعرف تعملهم هيدا أمور كتير بحب شدد عليها لأنه هيدا من الأمور اللي بترجع لأولاد اللي عندهم صعوبات بالدرس لورا يعني سيناريو أنه عم ندرس الولد الولد معرف تحملناه مرتين طبشنا على الطاولة شلنا الكتاب شحك ببينة بوجه هيدا أمور ما رح تساعدهم أبدا صحيح يالح يساعدهم أول شي نحترم نقاط قوتهم هون شاطر هون ما عم يقدر اللي ما عم يقدر نشوف إذا إحنا فينا نساعده أو أخصائي إن كان أخصائي بالعلاج اللغوي إن كان أخصائي بالتعليم بشكل عام وبلفوت نظر لمعلمات من بداية سنة دراسية إنه أنا من سنة الماضي واللي قبلها كان أولادة عم بعينه منصعوبات بهالمسائل هيدا لأنه خاصة إذا عم نغير سيكل معين بيكون الولد عم بيغير معلمات فإذا مش غلط أبدا أنا كتير بنصح إنه نطلب اجتماع مبكر ببداية سنة دراسية مع المعلمات الجداد اللي ما بيعرفوا الولاد نعم ونطلق نحطهم بالجو أولادنا بشو ضعاف إذا كان عندنا هالضعف ببعض التمارين بعدين في شغل كتير أساسية هلأ منحكي عننا بالفكرة الثانية غيدة إنه طريقة المعاطاة مع الأولاد إذا كانت سلبية بعض الأولاد بيكونوا تركين سوفنير براسهم إنه معلمة الفرنسية ما بتنطأ فأنا ما بأحب الفرنسية وفاية السنة وما بدأ أدروا الفرنسية يعني هيدا كمان الولاد صحيح بكتير بيفكر فيها بيحملوا معهم من سنة لسنة خاصة ما بيربطوا بيربط المعلمة أو الأستاذ بمادي معينة وبصير بيغضب عليهم اتنينتهم أو بيربطهم سوا نحنا رح نتابع معيك باك شوي مايا أكيد بها الموضوع وأيضا بانتصالات المشاهدين وأسئلة مصدت من قبل على الواتساب خليكن معنا